اشرق بسماء بعين الظلماء واضحك ورسم احلامك وتكون الدنيا حلوة بسم الله الرحمن الرحيم وبيع السعين واصلي واسلم على نبينا الكريم وعلى آله وصحبه والتابعين اهلا وسهلا بكم احبتي وابنائنا وتلاميذنا اهلا وسهلا بكم بكل الاسر الجزائرية خاصة الاسرة التربوية سر الباك معادلة عبو للنجاح مع بعضنا نردد ولا نمل ولا نكل ونقول النجاح يساوي يلا سمعوني عملع توكل ايه زائد عمل زائد امل قولي الاخلاص حفظناها الشيخ لا احنا نكررها التكرار يفيد الاقرار حتى تدخل القلب وتدخل العقل وتنطلق الى الجوارح بزلنا مع الربعية الذكية كما وعدكم رحين نوريكم امثلة الربعية الذكية سمات كواتت ورحين نخدم الربعية ذكية مع بعضنا في درس وسائل القرآن الكريم في تثبيت العقيدة الاسلامية متشوقين متحمسين يلا بينا اهلا وسهلا بكم احبتي مع الربعية الذكية في الركن الثاني من معدلة ابو للنجاح العمل ان شاء الله في الحصة الماضية افهمت الربعية الذكية نحاول لخص ونقول ان الربعية الذكية طريقة رائعة ومتميزة وممتازة للمراجعة والمذكرة والتلخيص تتكون من اربع اسس لخص صام خطط بلان اسأل اسك واجب انسور كنا اخدمنا يعني فكرة عليها يعني بشكل هذه الخربشاتة ما تدوش هذه الخربشات احنا فقط طلعنا يعني نوصل لكم الفكرة فقط فرح نوريكم اعمال يعني المميزة لها فان شاء الله راكم فهمتوا الاساس لوله خلوني نحدثكم لها الربعية الذكية مميزة وممتازة الربعية الذكية عندها كثير من الخصائص والميزات من بينها الخصائص التقنية الربعية الذكية سهلة تتحضير لا تتطلب الا ورقة اكات وستيلو في اقل يعني اضعف الايمان الامر الثاني تعلمها لا يأخذ وقتا طويلا بكل بساطة تتعلمها النقطة الثانية يمكن فتحها وطيها بسهولة ما النقطة الرابعة في حالة طيها يمكن حملها في الجيب او في اليد بشكل يعني مريح وجميل ورائح الخصائص العلمية والتربوية الربعية الذكية تستخدم شقي الدماغ الايمن والايصر قضية شقي الدماغ الايمن والايصر فيها خلاف كبير بين العلماء كاي اللي يقرها وكاي اللي ما يقرهاش لكن طبعا كان الشق الايمن وطبعا كان الشق الايصر الشق الايمن كما يقولوا دعاة هذه النظرية مسؤول على الخيال والشق الايصر مسؤول على المنطق وين يكون الشق الايمن المسؤول على الخيال في خطط في خطط والمنطق طبعا سيكون في لخص في لخص ايضا تفتح مجال الابداع وتخرجنا على الانماط التقليدية تاعة المراجعة هذه اللي اتعبكم ودي لكم ديقوطاج وكذا وكذا ايضا يعني تعلم الدروس والموضوعات بشكل فعال جدا وبشكل مجرب ورائع جدا فهي ايضا نظرية في التعليم يقدر حتى المعلم يستخدمها انا نتمنى يوما ما اراها في الكتب ولملا واخيرا فيها الجزء براتيك فيها شيء تطبيقي يعني المعلومات انت اللي احفظتها ولخصتها رح تطبقها من خلال اسأل واجب من خلال اسأل واجب تقريبا هذه هي الخصائص التقنية والعلمية والتربوية للربعية الذكية شوقتكم باش تشوفوا نماذج لابنائي وتلاميذي صنعتها معاهم طبعا صنعوها تحت اشرافي وكانت يعني رح تشوفوا اول نماذج للربعية الذكية اللي بفضل ربي سبحانه ثم بفضلها حققنا نتائج جد رائعة في مادة العلوم الاسلامية ليس دائما نعمل بها طبعا لكن نحاول ان نراجع بها وانا درت فيها دورات التلاميذي والحمد لله تمكنوا منها رح نعطيكم مثال في المادة العلمية هذه مادة الفيزياء هذا درس ثناء القطب كما راكم تشوفوا شوفوا كتكون مطبقة هاهي لخص خطط ثم اسأل اجب هذا درس في الفيزياء ثناء القطب لاحظوا هذا التلخيص انتعوا جزئيات مهمة فيه هذا ثناء القطب هاهو تجسيد انتعوا لانه مادة علمية الذكة وهنا سؤال في البكالوريا 2014 بكالوريا 2014 وهنا يعني بنية الاجابة انتعوا كما راكم تشوفوا نمديكم مثال اخر مدينة مادة علمية عندما نروحوا لالونغ راح نمديوا مثال في الفرنسية ديسكوغ ديغاكت وديسكوغ ان ديغاكت يعني لاحظوا الرباعية الذكية انما هذي كان مفروض تكون في اكات المهم تفهموا المثال فقط كاعد الفرنسي كبرناها شوية باشتبال الحرم فهنا لخص هاي المعلومات تعدد ديسكوغ ديغاكت وديسكوغ ان ديغاكت كيفة يعني التحويل وكذا وكذا الان هذي معلومات ادبية ما هيش معلومات علمية ما عنداش رسم بياني او خريطة او كذا احنا واشدرنا هنا تخيلنا حوار بين كما راكم تشوفوا ميشا ولورا وكريستين ميشا تحكي معا لورا ديغاكتهمهم يعني ستيل ديغاكت او ديسكوغ ديغاكت لورا تقول لكريستين واش قاتلها ميشا يعني راح تستخدم ديسكوغ ان ديغاكت فيه التحويل بهذه الطريقة وبهذا الخيال الانسان يعني راح تفهم وتحفظ ثم فيه اكزارسيس متر سيفخاز على فورم ان ديغاكت وهنا يعني الاجابة موجودة الاجابة هنا هذا في مادة الفرنسية في مادة ادبية اخترت مادة العلوم الاسلامية طبعا لاحظوا درس القرآن الكريم موقف القرآن الكريم من العقل هذا الدروس القديمة لانه تغير شوية هذا الدرس لكن المهم تفهموا الفكرة هنا لخص هنا العنوين الاساسية والمعلومات المهمة هنا خطط لكم تشوفوا في رسم يشبه الخريطة الذهنية مش خريطة ذهنية بطريقة علمية كما قريتكم او فهمتكم فيها لكن هي خريطة ذهنية يفهمها مولاها اللي دارة ثم هنا اسأل في هنا باك 2010 باك 2016 وهنا بنيت الاجابة يعني اجب يعني اجابة على باك 2010 والاجابة على باك 2014 وتطور رباعية بشكل يعني رائع جميل كما راكم تشوف هذه هي الرباعية الذكية التي اخذت مني تقريبا ربع سنوات من الجهد والبذل بل لكم انيش عارف كدهن كتاب قريته مئات وبحفظ في الطرق العالمية والفجوة اللي لقيتها في الطرق العالمية هي اللي صناعت بها الرباعية الذكية اسأل الله عز وجل ان يتقبلها مني وان يجعلها في ميزان حسناتي وان تفيدكم ان شاء الله كل التوفيق والنجاح والسداد والتفوق والتألق ونقول ان النجاح يساوي توكل زائد عمل زائد امل حص الماء القادم ان شاء الله سلام الله عليكم ورحمة منه تعالى وبركاته اشرف بسمة بعين الظلمة واضحك وارسم احلامك وتكون الدنيا حلوة ابدي بخطوات تقدر توصل للخطوة المليون اشتركوا في القناة